السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و مرحبا بكم معنا مرة اخرى على قناتكم سوكا اسجيوس اليوم ان شاء الله في هذه الوصفة لدينا برايوات باللوز كيجي ولدادين بزاف وسهلين فتح دار ديالهم نتمنى الوصفة اليوم لدينا الاعجاب ديالكم الي كنت اول مرة كتشاهدوا هاد القناة ما تنساوش تشاركوا عندنا في القناة وتفعلوا جرس باش توصلوا دائما بالجديد ونخليكم مع المقادير وكيفية التحذير وفرجة ممتعة ونبدأوا على بركة الله في المقادير وفي طريقة التحذير هنا عندي كيلو ديال لوز اللي سلقته من قبل وضعته في الماء يكون غليان مدة خمسة ديالتقايق من اللي نحسبي انه وفزق مزيان وساعر انه ينفسخه كان وضعه كدلك في الماء بارد ومن بعد كان نفسخها كده بسهولة وكان غسله مزيان وكان وضعه فوق واحد من ديال ينشف الليلة كاملة من بعد كان قليها على نار اللي تكون متوسطة يعني الزيت ما تكون شخونة بزاف تكون على عافية متوسطة باش كيتقلها مزيان وكي يجي مقرمش من الداخل وكان نبقى كان قليه وانك تنحرك بملاعقة خشبية باش كيتقلها مزيان وكيتقلها على خاطره وكي يجي طياب يعني شكل واحد وغادي نضيف عليه 500 جرام ديال سكار سنيدة معلقة كبيرة ديال القرفة حبيبات من المسكة الحرة غادي نضيف هاد لها دك دخلاني او اللوب ديال لطرنش ديال حامض وكذلك ديال برتوقال اللي حضرت بيهم لسل ممكن تعودوا بهده هادو تعودوا بهده لهم جوج حباس ديال شريحة او لا دك اشريطة ديال برتوقال مالسل إلا ما كانش كتوفر عندكم هاد الشي هذا ممكن كذلك تستغنوا على هاد المرحلة هادي مهم كتضيف لها وحتى عليك او بالنسبة لهاد العقدة هادي غادي كما شفتوا تحنتها حتى حصلت على هاد الشكل هادا ممكن كذلك تحنوا عند الناس يكتحنوا اللوز باش تسهل عليكم او وتنقص عليكم التامارة هنيا غادي نبدأ نشكلهم كورات صغارين في الحجم حتى نكمل العقدة ديال اللوز هاد الشكل هتمون من افضل انكم تطيروا الكورات صغارين باش كيجي الحجم ديال البريوات ديالكم صغير وكيجوا كذلك زوينين فشكل ديالهم غادي نبدأ نشكلهم هاكدها الكورات صغارين تساوين حتى نكمل العزين كاملة بعد ما كملت العزينة ديال العقدة هنيا غادي ناخد دورقة ديال البستيلة غادي نوريكم طريقة اللي كان قطع بها وكتجيني مزيانة فالطويات ديال البريوات خاص داروري تكون مقادة لكم ذاك الخط ديال تقطاع ديال الورقة خصو يكون مقادة إلا كانش شوية عوج فا اللفة ديال البريوات ديالكم غادي تجي معوجة واحد واحد جيها فمن الافضل انكم تركزو لات القادية هادي انهم تجي تقطاعها متساوية مايكونش واحد العوجاج في تقطاعها ممكن كذلك انكم اللي تكونوا كتقطعوا تحاولوا انكم تميلوا يديكم شوية باش تجي الجيها اللولة اللي غادي تبدو تحطو فيها العقدة تكون ضيقة والجيها الاخرانية اللي غادي تكونوا كتوضعوا فيها يعني كتكون هي الطوية الاخيرة ديال البريوة تكون شي شوية عريضة على الجزء اللول وهالطريقة هادي ما غاديش تخدموا يعني ورقة ما خصكمش تطويوها بالعكس كوم تديروها هاكدا مطلوقة ما تطويوهاش باش تقدرو انكم تديروها تقطاعها هادي حتى هي كتعطي للبريوات شكل زوين في الطوية كتجي سهلة وكتجي مقادة ما كتجيش معوجة موحد للقنط يعني كنطلق الورقة وكنحاول انني القنط اللي غادي نحط فيه العقدة اللي هو هدا كنحاول انني نديروه ضيق والطرف الثاني اللي كان نسد به البريوة يعني مني ككون قربت انني نسالي يعني النصف ديال الورقة سبي كان بدا نكبر تقطاعها انتبنا عليكم تكونوا تفهمتوني كيف شرح وبطبعة الحال الطوية كتكون هاكدا بالزكزاك ومحدكم انتو ما كتطويو وانتو ما كتزيرو الورقة ما ترخفوهاش باش ما كتتحلش ليكم وكتجي مقادة طوية راني كنزيرها وفي الاخير غادي نسد العجين شوية ديال الماء والدقيق الدقيق الابيض ممكن ديروه بيض بيضة وكي كان فضل صراحة انا نسدها هاكدا غير البريوات بالماء والدقيق الابيض بالنسبة لهاد المرحلة هادي خسكم تنتابهوا ليها انكم ذاك الزائد اللي كيكون شوية قاسح ديال الورقة خسكم تقطعوه وتتجمعوا الورقة ديالكم زيان مقاع الجوانب بداك الدقيق والماء باش ما كتتتحلش لكم في القليان وكذلك مني تكونوا كتتفواه في العسل ما تتتحرش لكم الورقة نهائيا غادي نستمر بنفس الطريقة وبادي نبدأ معاكم في القليان ستكون تتأكدوا انه قاعد الجوانب تكون مسدودة وكذلك نوضحها في واحد اللاطة حتى نكمل البريوات كاملين قاعد نبدأ في القليان كما شفتوا كننوضح على الورقة وكننزيد عليها واحد طوية خفيفة ديال الورقة كننوضح على العقدة وكننوضح فيها واحد طوية خفيفة ديال العقدة وكننصفيك نبدأ نلوي هكذا يا بالزاكزاك وبتابعة الحال كتتزيروا الورقة وكتضغطوا واحد شوية باش كتتتفرغ على المثلة كامل ديال البريوات بعد ما كملت البريوات ديال ولي كاملين وكيكونوا نشفوه من ذاك الدقيق والماء اللي كنا ستدينا بيهم الورقة وستدينا بيهم بريوات كنصخنز زيت على نار اللي تكون مجهدة بزاف من بعد باش كنبدا نوضع البريوات كنقص النار تكون متوسطة ما يللنا مهيلة يعني ما تكونش نجهدة باش كيتتقلوا على خاطرهم كيجوا مقار مشين من الداخل والورقة ما كتلواش من بعد يعني كيبقاوا مقار مشين دائما وبتابعة الحال مرة مرة كنحرك بهاد الملعقة خشبية ما تضغطوش عليهم بزاف فقط تحريكات تكون خفيفة باش ما يتهرسوش ليكم المهم غارض اننا نحركوا البريوات باش يجيونا طيب ديلهم متساوي انا هنا يراني ما قطعتش الفيديو سرعت الفيديو ولكن ما بغيتش نقطع باش تشوفوا الطريقة اللي قليس بها البريوات حتى هي مهمة باش كيجيوكم بريوات ناجحين وكيجيو مقار مشين وكيبقاوا المدة طويلة نفس نفس قرميشة يعني ما كيضيعوش هنا البريوات ما غاد ينزوم على العافية حتى نحس بانهم سفي كامل نحن نخده اللون يكون صفر ميل الحمورة ميكون حمر بزاف ولكن يكون مبين الصفورة والحمورة يعني ذاك ساعات يكون صفر طيبين مزيان ومقار مشين غاد نوضحهم في العسل غاد نضغط عليهم شوية باش يضغطوه في العسل وغاد نضغط على القليه الثانية انا هنا اخذت جوج ديال وضعت فيهم العسل القليه اللوله وضعتها في البول ثاني والقليه الثاني وضعتها في البول ثاني ومنين بغيت نصوب القليه الثالثة بديت نصفي القليه اللوله باش كيشتربوا ليال عسل مزيان ممكن كذلك تخدموا بنفس الطريقة اللي خدمت بها الشباكية من قبل يعني كل قليه تغطوها في العسل ومنين تبغيت توجدوا القليه الثانيه كذلك غادي تزول خرام العسل يعني لكن عندكم غي بول واحد ووضعين في العسل سوفي غادي نستمر بالنفس الطريقة ومن بعد ان شاء الله غادي نوريكم شكل نهائي والبرايوات الدعونا كيجوا على هاد شكل هادا كيجوا مقار مشين وشاربين العسل وكيجوا لذات بزاف بالنسبة للبنات اللي كانوا كيطرحوا تساؤلات واش كيجوا يعني غايبقاوا مدة طويلة مقار مشين فهي ما عليكم إلا تختاروا ورقة تكون نوعية مزيانة كذلك العسل يكون شي شوية عاقد باش يشربوا لكم البرايوات العسل مزيان تخليوا كذلك البرايوات اللي كان ممكن تدعوهم في العسل مدة يعني ما تقلش على 15 دقيقة باش كيشرب العسل ديالهم زيان كذلك الطريقة اللي قليت معاكم البرايوات خلصهم يتقلوا على نار اللي تكون متوسطة ميلة المهيلة باش كيطروا على خاطرهم كيجوا مقار مشين وكيبقوا سابرين للمدة طويلة ممكن كذلك توضعهم حتى في المجمد وماللي تحتاجوهم تخلي جبدوهم يدي كونجولاو كيجوا بحالي الله وجدوهم كيبقوا كيما شفتوا مقار مشين عادية غير خصكم انكم تقليهم مزيان وكذلك النوعية العسل تكون مزيانة يعني تكون محضر مزيان كذلك حتى الورقة نتمنى الوصفة ديان يوم تنالي اعجاب ديالكم لا تنساوش تخلي بليا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد وما تنساوش تخليوا اعجاب الصفحة وكن نقول لكم الى اللقاء في وصفة اخرى ان شاء الله ومع السلامة اشتركوا في القناة